الممثل الفوكهي يدعو الحبس المؤقت كامل التفاصيل مع موفا تلفزيون النهار إلى محكمة عبان رمضان مساء الخير مرة أخرى أحمد قارة مساء الخير هارون ومساء الخير لكل شهدين ما هي كامل التفاصيل أحمد تفضل نعم هارون كما سلفت ذاكرا وكما هو ظاهر في شريط الهام أسفل الشاشة فإن قضي تحقيق بمحكمة سيد محمد بالغرفة الخامسة بالطابق الخامس قد أودع الممثل الفوكهي كامل بوعكاز رهن الحبس المؤقت وبعدها دخل مباشرة اللاعب السابق لمديرة الجزائر وشبيب القبائل فضيل ضوب للتحقيق أكثر مع قضي التحقيق نذكر فقط هارون أن العديد من أو كامل بوعكاز واللاعب معه وكذا شقيق أمير بوخارس أو أمير ديزاد هم متوجدون في الطابق الخامس وصلوا منذ الساعات الأولى لصباحات اليوم مع فرقة أو فصيلة الأبحاث تابعة للدرك الوطني إلى محكمة سيد محمد وفي ربما أو موجهة إليهم العديد من التهم على غرار التشهير القذف والابتزاز كل هذه تهم ثقيلة وثقيلة جدا نذكر فقط هارون قبل أن أنسى أن قضي التحقيق قد أودع كامل بوعكاز على خلفية هذه التهم تقريبا هي المساس بحرية الأشخاص وكذا القذف النشر والتشهير وكذا الابتزاز هي تهم ثقيلة وثقيلة جدا على خلفية ذلك قرر قضي التحقيق إيداع كامل بوعكاز الفنان الفكاهي الذي عرفه ربما الشعب الجزائري بشاشة وجهه إلا أنه ذلك الوجه كان يخب الكثير من الأمور تبينت اليوم وظهرت لعالن أن الرجل كان يمارس الابتزاز على طريقته الخاصة وضالعا في شبكة كبيرة وكبيرة إجرامية كبيرة وكبيرة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن كامل بوعكاز رسميا أدعه قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بطابق الخامس بمحكمة سيد محمد رهن الحبز المؤقت وسنوافقكم هارون بباقي المتهمين الذين لا يزالون يتوافدون أو يدخلون إلى قاضي التحقيق واحدا تلو الأخر لحد الساعة بقي فضي الضوب وكذا شقيق أمير بوخرس وهو كذلك أحمد قارى نذكر مشاهدين أن الفكاهي والممثل الشهير كامل بوعكاز أدعى الحبز المؤقت في انتظار تاريخ المحاكمة في انتظار تاريخ محاكمة كامل بوعكاز وقبل ذلك كذلك نذكر مشاهدين الأكارم أن الصحف كذلك عدلا من الله أودعى الحبز المؤقت هو بدوره نفس الشأن بالنسبة كذلك لعبدو سمار صحفي وكذلك زميله المصور تم إدعهم الحبز المؤقت بما أنهم عرضوا على قاضي جلسة الذي أمر بتأجيل المحاكمة إلى تاريخ الثامن من نوفمبر المقبل أحمد قارى بما أنك ما زلت معي على المباشر تظهر على الشاشة فيما يخص فقط الممثل كامل بوعكاز أنت تعلم أن الأمر حساس جدا فيما يخص هذه الشخصية العامة المشهورة بما أن كامل الشعب الجزائري يعرف الممثل الفكاهي بسلسلات الفكاهية بمرافقة للمشاهد الجزائري منذ أكثر من 15 إلى 20 سنة لكن الآن متورط في مثل هكذا قضايا ولو أنه يبقى الأمر مؤجل إلى تاريخ المحاكمة لكن بما أنه قاضي التحقيق أمر بإدع الحبز المؤقت فيه تهم خطيرة لممثل مشهور وكم الجزائريين متعاطفين مع الممثلة الحقيقة حسب الدرك الوطني ونذكر كذلك أحمد قارى ببيانة الدرك الوطني التهم الثقيلة التي يتابع بسببها هؤلاء أكثر من ذلك هارون ليس فقط التهم التي هم متابعون بذلك بل أن قاضي التحقيق أو دعه رهن الحبز المؤقت وهذا بشكل رسمي لأن قاضي التحقيق أكد فقط المعلومات التي كانت بحوزتنا والتي ذكرناها سبقا هؤلاء واجههم قاضي التحقيق بأدلة دامغة يعني هناك أدلة دامغة تؤكد ظلعهم في هذه القضية في الابتزاز في النشر والتشهير بالعديد من الأشخاص وشخصية سياسية والوطنية أؤكد فقط لك هارون أن في بعض الدول المتقدمة مثل هؤلاء الشخصيات المعروفة على الصعيد الوطني أو العالمي يتبعون في قضايا مثل هذه إن ارتكبوا أخطاء بسيطا مثلا ربما عدم يعني عدم أو رمي مثلا قرورة في الشارع هذا يمثل ربما لطفل صغير يعني قدوة سيئة لأن الشخص مشهور وبالتالي يتم متابعته على أسس ذلك لأنه كان قدوة سيئة لطفل صغير بما أنه إنسان مشهور فنهيك عن إنسان معروف وكهي يقود أو ظالع داخل شبكة كبيرة إلكترونية تعمل على ابتزاز الأشخاص والنشر والتشهير بهم والنشر خاصة في حياتهم الشخصية التهم هارون ثقيلة وثقيلة جدا وبأدلة دامغة لذلك قرر قضي التحقيق إداعه رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة التي ستفرج حتما عن أمور أخرى ربما ستكون أكبر هارون شكرا جزيلا لك أحمد قارة من دون شك سأعود إليك خلال هذه الصهرة لمتابعة دائما الجديدة الأمر يتعلق بلاعب كرة القدم الشهير لاعب كرة القدم السابق في مولودية الجزائر وشبيب القبائل فضيل دوب وكذلك شقيق أمير بوخرس المدعو أمير ديزاد شكرا جزيلا لك أحمد قارة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك